أتكلم عن رامي ربيعة المهضور حقه المهضور حقه في طول السيزان أنا واحد من الناس مالحقناش نتكلم عن حلقة التي فاتت وكانت مباراة ب Pyramids بالمناسبة واحد من الناس اللي انتقطت في قواياك كتير جدا رامي ربيعة رامي ربيعة لو يعرض أرقام الأوجهة هو الأعلى استخلاصاً للكرة في مباراة المصري رامي ربيعة هو الأكتر اعتراضاً للكرة بشكل نجح في مباراة المصري رامي ربيعة هو الأعلى تمريرا هو اللي يستلم الكرة 96 على 96 100% ما أخطأش في ولا تمريرة أسيارة أخطأ فيه تمريرتين طوال لكن ما أخطأش في ولا تمريرة أسيارة دي الأرقام بتاعته هنلاقي رامي ربيعة رقم 5 13 تلاتة انترسيبشن وتلاتة كرات اريل وون تلاتة على تلاتة تلعف تلاتة كرات هواقية شال التلاتة هنشوفهم دلوقتي في اللقطاب بتاعته واستعادة الكرة استعادة الكرة السبع مرات رامي ربيعة والله برقم 5 في الصورات للصورة اللي بعديها على طول cloth special دي الفوس بالكرة واستقبال الكرة كمان يا كريم الراجل استقبل الكرة 60 مرة نجح في استقبال الكرة 60 مرة بتكلم على حجم التركيز بتكلمش على درجة الصعوبة سأصبح تقول لي طب ما وسهل إيه اللي عيب استلم الكرة 60 مرة ورجع 60 مرة هو العيب الوحيد في الفرقتين اللي استلم الكرة 60 على استلم الكرة نسبة 100% ما أخطأش في ولا كرة بتكلم هنا على نسبة التركيز ومعدل التركيز بتكلم على العيد كل جماهير النادي الأهلي دائمة الانتقاد أول ما بيغلط غلطة الجماهير بتشايله كل شيء فكان لازم ياخد نعرف بقى الحالات على طول علشان خاطر الوقت ونعرف اللقطات أنا مش هتكلم كتير على اللقطات يمكن اللي عملوا واللي قدموا النهاردة في استعادت الكرة زي ما قلنا في الانترسيبشنز أو في الكرات الهوائية أو غيره كل حتة في الملعب هنا بتكلم على كرة طولية كانت كرة نجحة ليه نادي الأهلي الراجل استلامها آه استلام الكرة بعد كده وما قدرش يكملها كريم فؤاد لكن الراجل قادر يعمل كرات طولية وقادر يسام فيها العملية الهجومية بتكلم على التميز والتمركز والتركيز والكرات الهوائية اللي كان مميز فيها جدا سواء هجوميا كرة اللي جات في القائم وكان ممكن الأهلي يسجل منها أو حتى دفاعيا في وقت بترى المصر يضغط جدا على النادي الأهلي ماشي اللقطة أسرع واحدة في آخر الشواء الثاني كانت عظيمة لا ده كذا فيهم واحدة أرضية دي واحدة هوائية ايه ثلاثة على ثلاثة يا كريم ثلاثة صعبين جدا في وقت الأهلي كانت ترى يبقى مضغوط بص دايما في المكان الصح تحت الكرة الكرة اللي بعديها هتلاقي تلتة بعض الكرة هوائية وفي واحدة شالها من العكسية يا كريم صعبة جدا جدا حتى رامي ويقع فيها يا بص هنا التحجيزة حجز استخلص الكرة عمل تمريرها صحيحة وقدر يخرج الكرة اللي بعديها على طول كمل الكرة اللي بعديها على طول بص هنا كريم الراجل قطع والتركيز قطع قبل الراجل دايما قبل المدافع فده بيقول لك الديو بص دي كمان واحدة كانت صعبة جدا الراجل بيطلع من غير مخالفة ياخدوا الكرة حتى لو اللعيب اللي طالع أطول منه كان فخر الدين بن يوسف طالع بدون مخالفة بدون سند الراجل بيطلع ياخدوا الكرة واحد من أبرز لعبة النادي الألف مباراة المصري عمل مباراة كبيرة جدا جدا رامي رابيعة أخيرا ادي له حقه بقى والله بشكرك عشان تديد رامي رابيعة حقه